موسيقى يعدى العسل اليمني من اشهر انواع العسل في العالم لما تمتاز به الارض اليمنية من اختلاف في التضاريس وتنوع في المناخ المزيم التفاصيل في التقرير التالي اهتم اليمنيون بتربية النحل وانتاج العسل منذ القدم وقد وصفت اليمن قبل 3000 عام بانها موطن طيوب والعسل حيث يحظى العسل اليمني بشهرة واسعة في الداخل والخارج ويعده الكثيرون دواء مقويا ومنشطا حيويا ومغديا مما جعل سوقه يتوسع يوما بعد يوم ووصلت شهرته للأفاق في كل أقطار الدنيا كل ما يكون الرعي في مكان حسين وانطار ترحل لغدها انه بلازم انه على تغضيه على مكان حسين تغضيه وعلى حسب اماكن فيها الرعي والنحل ما يكون لشغلة على مكان الرعي وقاف وتوجد انواع كثيرة من العسل اليمني واشهرها بالطبع عسل السدر ثم يأتي بعده عسل السمر والذي يتوفر في اليمن بكميات كبيرة وهناك ايضا عسل سلام وعسل المراعي والعسل الجبلي ويعتبر العسل اليمني ذو قيمة علاجية فائقة وقيمة غذائية عالية اضافة الى مذاقه اللذيذ ونكهته الطيبة ولونه الداكن اليمن مشهورة بالعسل عدة انواع للعسل في اليمن هنا منها السدر واللي عندنا يطلق عليها العلب والسمر والمرعي وتختلف انواع العسل تتعدد كثيرا في اليمن بحسب المناطق والوديان اللي موجود فيها العسل يتميز العسل اليمني ايضا بخصائص فريدة فاننا نجد كل نوع من العسل يناسب عمر او فئة معينة فمثلا هناك عسل مناسب للاطفال والردع وعسل مناسب للحوامل كذلك نجد العسل العلاجية المناسب لحالات صحية دون غيرها مثل عسل السمر المناسب لمرضى السكري ومرضى التهاب الكبد الفيروسي وعسل السدر المناسب للمرضى الذين يعانون من القلون العصبي وغيرها من الامراض كانت تعالى من ديدان في البطن تمام بالعلاج الكيماوي والآن استخدمت العسل هذا من هنا وماشاء الله من يوم ما استخدمت العسل الصراحة ديدان دي راحت والآدم اللي بالبطن كامل انتهت وفي الوقت الحالي اصبح تصدير العسل الى الخارج ضئيل جدا لما كان عليه بالسابق نتيجة لما خلفته الحروب والاوضاع الحالية الغير مستقرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة